أعراض كثيرة وألم لا يقاوم ليس هذا فقط ما جاء به فيروس كورونا الذي جمد كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية فالأمر يتعده إلى التكاليف الباهظة لعلاج المرض والتي تفوق كل التصورات هذه بعض الأرقام عن تكاليف العلاج التي تختلف من بلد لآخر فيما تتقارب تكاليف الفحص التي وصلت في بعض البلدان الأوروبية لحوالي 54 أورو أو ما يعادل 10 ألاف دينار جزائري أو مليون سنتيم مبلغ قد لا يقدر عليه الموظفون فما بالك بالمواطن البسيط في الجزائر تتضاعف التكاليف في ظل استراد عدة تجهيزات وأدوية من الخارج لكن في المقابل العلاج في المستشفيات العمومية مجاني ومضمون للجميع في ظل جائحة كورونا في العالم وفي الجزائر خاصة وأيضا هناك وسائل التشخيص من تحليل مخبرية من أشعة خاصة للتسل بيسيار وعدة فحوصات الدار بالأجل الكشف أو التشخيص لحالات ماء أو عدة أمراض تكون كائنا وهذا التكاليف ليه تكلف خزينة سواء كان خزينة أي دولة يعني أموال ضخمة سواء كان هذه الوسائلة كورونام أو حتى من الطاقم البشري من الأطباء أيضا والدولة رح تتكبدها خزينة لأنه هنا كان بعض المواد الأولية الصيدلينية بعض المواد الاستشفائية للياكتيف الكواشف نجيبها من الخارج هذا رح تتكبد خزينة أمومية في مقابل توفير العلاج ومجانيته بالجزائر لا يطلب من المواطن السوى المساعدة بشيء واحد وهو الالتزام بالإجراءات الوقائية وضمان التباعد الاجتماعي أمر يبدو أن البعض استكثره وجاءهم ثقيلا فباتوا يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر رغم النقائص المسجلة في المنظومة الصحية فإن مجانية العلاج بالجزائر مكسب جد مهم لكن في المقابل على المواطن أن يتحل بروح المسؤولية فمجانية العلاج لا تعني عدم الخسارة فخسارة الجهد والوقت لا تقدر بثمن فيما تعد روح الإنسان أغلى شيء لا ينبغي التفرط به